السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احلى متابعين واخوات في الدنيا كلها النهاردة ان شاء الله حنعمل صبون التجميل والبشرة الصبون ديها جماعة تأثيرها ما شاء الله تبارك الله جميل جدا في ترتيب البشرة وتفتيح البشرة لان احنا بنعملها بمقونات طبيعية جدا ونحط لها اضافات بتخلي بشرتك كده من النعومة والترتيب والتفتيح حاجة كده وهم 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 ان شاء الله كده هتكون مقونات اقتصادية مقونات بسيطة شايفة يعني بتعمل الكمية ما شاء الله محترمة من الصبون اللي تستخدميه صبونة كده انت عملاها على ايدك عارفة انت حط فيها ايه من مقونات طبيعية وما فيش يا جماعة شركة تجميل او سعمل الصبون هتحط لك كل مقونات دي من الحليب ومن العسل والاضافات اللي هنشوفها دلوقتي تمام لكن قبل ما نبدأ كده في وصفتنا ما تنسينيش بقى حبيبة قلبي باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد عاملين سلسلة كاملة متميزة من انواع المنظفات كلها ادخلي وشوفيها في منتهى البساطة والتوفير والنظافة انتو هتحكموا عليها الاشكال الجميلة دي جماعة للصبون طبعا دي اولب السلكون ما شاء الله لو انت عايزة يعني تعملي مشروعك من البيت هتعمليه باذن الله وبفضل الله وهيكون منتج ما شاء الله ممتاز بعد ما بنخرج طبعا الصبون من الاولب دي بتسيبيه يوم او اتنين ينشاف وبعد كده بتغلي فيه على طول عشان تفضل الصبونة بحجمها وبترطبها وبتبقى جميلة جدا بتستخدميها على طول بعد حوالي كده يوم او اتنين من اللي هو نشافان الصبونة وتصبينها كويس جدا مش بتستني بقى اللي هو تتقسبيه زي ما احنا بنعمل الصبون اللي هو بسطودة القوية او البطاس تمام شايفين ما شاء الله اشكالها حلوة جدا ما شاء الله عليها حواريكي كمان دلوقتي اللي هو رغوة الصبونة يعني حاجة في منتهى الجمال روعة اهو عندي كده المية مفهاش اي حاجة بالشكل ده هاخد صبونة وحاختبر الرغوة بتاعتها وتشوف بقى حضرتك بقى اللي هو انتي كأنك كده حط كريم على ايدك من الصبون ابدا اهو شايفة هنبدأ بقى المية هنضيفة بضوب اني بالف الصبونة بضوبها كده او براغيها باديا شايفين الرغوة ما شاء الله حلوة جدا ولسه كده حتشوفي الترطيب كده والنعومة وانتي لما تعملي او تستخدمي الصبون بتاعت التجميلة حم نحط في الخلطات بتاعتنا وصفات الطبيعية طبعا لازم تخليها على بشرتك حوالي ربع ساعة من بعد ربع ساعة او تلت ساعة بالزبط كده بتلاقي ما شاء الله يعني البشرة بتاعتك حاجة في منتهى الجمال والروعة شايفين يا جماعة الرغوة زي الكريم بالزبط يلا بنا ندخل على وصفتنا كده ونشوف عملناها ازاي ومش هوسيكم لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان نوصلكم منينا كل جديد نقول اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونبدأ على بركة الله عندي اتنين كوب حليب جوز هند دعم الناس زي يا جماعة بنجيب جوز الهند اللي تبقى عندي من رمضان وباغلي مجر جوز هند كده في مجر من المية بعد كده بضربهم في الخلط وبصفيهم وباخد الحليب بتاعهم زي ما انتم شايفين طالعا حليب جوز الهند مفيد جدا للبشرة وكمان بضيف عليهم كوباية صغيرة كده من الحليب العادي كامل الدسم وبنزل بعد كده انا بشرت اتنين صابونة من صابونة سافانا ريحتها جميلة وتقريبا هي من فئة السار متوسط في الصابون وحلوة جدا تمام بشرت اتنين منها وحنزل بيهم دلوقتي على اللبن المغلي اللي هو حليب جوز الهند والكوباية الحليب العادي اللي انا ضفتهم تمام وطبعا هقلب فيهم ودوب لكل الصابون اللي عندي لغاية كده ميدوب تماما طبعا الحليب بيغلي سواء كان حليب جوز الهند مغلي وبردو الحليب العادي سخن كده فبيدوب الصابون وطبعا لازم ارفع كل الخليط ده على النار علشان ادوب الصابون كويس واضيف لكل الوصفات او الايه الاضافات اللي انا حضيفها دلوقتي للبشرة كده انا باستمر كده بالتقليب على البتجاز طبعا بهدي يعني البتجاز تماما علشان اقدر ان انا اضيف المقونات وبعد كده يبقى ايه بعليها في الاخر علشان اسوي الصابون كويس وبطفي عليها وحنشوف هنعمل ايه بالزبط كده انا دوبت خلاص الصابون كويس جدا يتأكد كده انه داب تماما وبتضيف عليه دلوقتي الاضافات اللي احنا هنحطها اول حاجة بطفي لها حوالي معلقة وشوية كده عندك ايه اللي هو الجليسرين وطبعا الجليسرين حلو في الترطيب جدا ولو عندك تاني يضيفي حوالي معلقتين تمام وبتقلبي كده الخليط بتاعك حاجة تاني كمان من الحاجات اللي هي مفيدة جدا جدا للبشرة وهي من الزيوت اللي بتعمل تفتيح للبشرة زيت الورد يعني سواء كان زيت الورد او زيت اللي هو الجليسرين او الججوبة دي من الزيوت المفيدة جدا واللي انت دايما حاول تكون عندك في البيت اهو بالشكل ده تمام حنزل دلوقتي وحضف لها بقى اللي هو زيت الورد زيت الورد ده جماعة من الزيوت الحلوة جدا في تفتيح البشرة زي ما قلنا بحط كده غطيتين من زيت الورد وبقلب الخليط بتاعي كويس جدا او زي ما حضراتكم شايفين للوقتي بضيف معلقتين من عسل النحل وطبعا احنا عارفين عسل النحل بيكون ما شاء الله الافكت او التأثير بتاعها للبشرة ازاي يعني في الترتيب والتجميل وتغزية البشرة حاجة كده ما شاء الله جميلة جدا اهو بقلب وبقلب طبعا علشان كل المكونات تتجان اسمع بعضها شايفين يا جماعة الرغوة من قبل حتى ما الصبون يستوي معايا شايفين اهو بالشكل ده هنزل بقى او حضيف لها اللي هو معلقتين كبار هرمين كده من السكر ليه السكر علشان يزود الرغوة هي رغوتها بسم الله ما شاء الله احنا اخدنا المادة الشمعية كده واساس العطور اللي كانت عندي فين في الصبونة اللي هي قصدية تمام وبعد كده الاضافات اللي انا ضفتاها دي ما شاء الله ليه الصبونة خليتها كده منتهى الجمال هضيف بعد كده عندي اربع معالق من النشا مدوباهم في كباية ميا وطبعا النشا ما شاء الله يعني قصيد فيه في تأثيره ما شاء الله على البشرة وتوحيد من البشرة وما شاء الله يعني بيستخدم توصفات التجميل وكمان هضيف معلقتين برضو بودر من النشا يعني مش مشكلة بيزود وبيعزز قيمة الوصفة بتحتي اهو بحقلب كده تمام او لغاية مدوب كل النشا وكل المكونات اللي عندي بالشكل ده دلوقتي هنزل كده بربع كباية من الشوار جيل اللي انتي بتستخدمه بتفضلي طب ليه علشان برضو يديني يعني او يعزز لي الوصفة كده يديني ريحة ويديني رهوة حلوة جدا للصبونة اللي انا هستخدمها الصبونة دي يا جماعة هتدعوني عليها ما شاء الله عليها جميلة جدا في الترطيب وحلوة جدا جدا تمام دلوقتي هضيف زرة لون كده علشان خاطر ان انا كده اديها يعني اللون زي الصبون الجاهز اللي انا بجيبه مبارا حاطت بزبط 3 نقط كده وبقلب وخلي بالك ان هو لما بينشاف اللون بيفتح فما تقطريش اللون وعلشان ميلونش معاك اهو زي ما انت شايفها شايفين اللون اللون ده اللي ورونه الصبونة الاصل اللي احنا استخدمناها اول الفيديو اهو بالشكل ده ولما بتستخدميها ما بيطلعش منها لون ولا حاجة بالعكس ترطيب ونعومة ورغوة رهيبة جدا هعملي دلوقتي هستنى كده لغاية ما كل الفوم ده اللي معايا كده احس ان هو بيفور معايا اول زي ما انت شايف كده انو بيعلى ويفور معاك كده يبقى خلاص الصبون بقى استوى وبقي تمام معاك زي الفل اهو شايفين حوارك القوام اللي انت توصليله كده اللي لاحظ يعني ومركز معايا فاهم وشايف ازاي ان ايه الفون بتاع الصبون اللي انا عملاه بيعلى معايا ومعنى كده ان الصبونة خلاص كده استويت معايا حوارك القوام اهو اللي المفروض توصليله بالشكل ده طيب هنعمل ايه داني هستنى كده لغاية ما تبرد كده هطفي عليها خلاص وحستنى لغاية ما تهدى تماما وحضف لها بقى اي زيت عطري عندك او اي معطر انتي بتستخدميه ده كان عندي معطر كده ريحته ما شاء الله جميلة جدا فانا ضفته ريحته ما قولكمش كده ماليا الشقة حاجة حلوة جدا وكمان بقلب جدا اهم حاجة تستنى لما يهدى تماما الرغاوي هو يتصب الصبون بالرغاوي بتاعته عشان هتلاقي الصبونة فاضية وحتكشه وتصغر منك ودي في زي ما انت عايزة في الزيت العطري او المعطر اللي انتي حبها حاجة تانية حضفها كمان هتعزز الوصفة كويس جدا الكريم بانا سينول طبعا معروف حلو جدا جدا في اضافة ايه او في ترتيب البشرة وكمان في ازالة ايه اللي هو التجعيد وشد الوجه يعني ما شاء الله عليه جميل جدا حطيت كده ربع اللي هو الانبوبة مع الكريم بتاعي ما حاجة زي ما بقول تستني لما الرغاوي تهدى او تصب الصبون على كده هتفضى معاك وحتنشف وتبقى مش لهي تمام اهو شايفين برضو هستنى عليها لما تهدى كده كمان شوية وهصبها في شفشة كده او في اي حاجة لها بوز اقدر ان نحطها في الاوالب السيليكون تمام اهو كده هستنى ما تهدى شايف هلية ازالة الرغاوي عايزة السائل ده مش عايزة الفوم لان الفوم بيخلي الصبونة فاضية معايا وبانزل اهو زي ما انت شايفه كده اول حاجة بتروش القلب اللي هو كحول تمام وهو بتنزلي بقى اللي هو عندك الصبون اللي انت عاملاه في الاوالب الحلوة دي بنصح كل ستة جبهة بتدي ما شاء الله شكل جميل جدا للصبون وماشاء الله حلوة حلوة لو انت عايزة تعمل المشروع بتعمل شكل كده مميز للسلعة بتحتك اللي انت عايزة بتعرضيها زي ما شوفنا في بداية الفيديو كانت اشكالها حلوة ويتشوفها دلوقتي كمان اهو عندي كم قالب عندي تلات اوالب من السليكون طبعا الشكل اللي ورده لانا ده ما كنت اشتغل بيه ودي اوالب يضب جايباها بس ما شاء الله عليها في منتهى الجمال والروع اهو خراص خلصت كده بروش بقى اللي هو الكحول على الصبون علشان لو فيه اي اي اللي هو فقعات او اي حاجات مش كويسة تروح وتفضأ الصبون بقى عندي ملسة وجميلة اهو زي ما انت شايفها كده هروح للقالب التالت بقى وهعمل فيه نفس الحركة هروش كده اللي هو القالب الورد اللي عندي الروز ده هروشه اللي هو عندي قحول وبعد كده حصب الصبون فيه اهو شايفين كل ما ترشي القحول كده بيبقى الصبونة ملسة وجميلة اهو القالب الروز بتاعي بقى اللي هو الورد ده رشد قحول خفيفة وبانزل بعد كده عندي بالصبون بصب الصبون اللي عندي صبونة يا جماعة وهم حلوة جدا اعمليها وعلى دمانتي ما شاء الله عليها جميلة اهو خلاص كده خلصت كل الاوالب الموجود عندي اهو عندي تلات اوالب ما شاء الله سام حضرات كم شايفين وكمان اه فضلوا شوية عندي حطتها في كوباية دي اولي علبة الايس كريم دي اهو بالشكل ده دلوقتي هدخلها التلاجة ساعة وخرج وهو ما شاء الله تبارك الله شكل الصبون بعد ما خرجنا كده من التلاجة انا خليته بالامان لغاية الصبح كده انسيته اه شايفين يا جماعة ما شاء الله الصبونة طلعة كده مليانة وحلوة كده يعني وملمسها ما شاء الله رحتها في منتهى الجمال صبون يعني فاخر من الاخر شايفين الاشكال الجميلة دي لو انت عايزة تعمل مشروك من البيت ان شاء الله هتطلعي منتج متميز وجميل جدا اه اسف على الاطالة لكن حبيت ان انا اقفتكم بكل حاجة ما شاء الله الصبونة حلوة جدا اقتصادية اه بتوفر معاك كتير يعني ما شاء الله عليها صبونة فاخرة جدا جدا ولو خدت بالك ان كل المكونات اللي احنا عملنا بيها وصفتنا النهاردة كانت من مطبخك الصبون اللي احنا استخدمناه السعر الاقتصادي جدا اه مواد بسيطة تضيفيها في كل مرة تعملي فيها الصبون يعني حاجة ما شاء الله اقتصادية وموفرة هنا كده اخلص الفيديو بتاعنا الفيديو جميل جدا ومرة تانية اسف على الاطالة بس حبيت اوضح لكل تفاصيل الصبون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظونا فيديوهات اخرى جميلة ومفيدة